مثلما توقع كثيرون تسير السلطة نحو تجسيد مقاربتها في إجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ويؤكد رئيس الدولة في خطابه بأن التوجه نحو السندوق هو الطريق الصحيح نحو تحقيق التغيير الممنهجي طرح يأتي تماشياً مع ما يطرحه البعض في الساحة السياسية من أحزاب وفواعل اجتماعية ويتضح جلياً أن السلطة مصممة على إنجاح الحدث الانتخابي باعتباره الخيار الوحيد الأمنى كما تعتبره وإدخال التغيير الذي تنشدونه وإقامة نظام الحكم الجديد الذي يستجيب لتطلعاتكم الملحة لقد كنت قد تعهدت أمامكم أيضاً بتوفير كل الشروط اللازمة لتنظيم اقتراع رئاسي يستوفي كل الضمانات، كل ضمانات الشفافية والنزاة ويرى رئيس الدولة في كلمته بأن مخرجات هيئة الحوار والوساطة تعد رداً على من وصفهم بالمشككين ويتسق هذا الكلام مع قوله بأن المشاورات شملت عدداً واسعاً من الأحزاب حول التفاف عدد كبير من مكونات المجتمع حول مقاربتها أن نداء الحكمة والواجب الوطني الذي كان وراء دعوتي هذه قد حظي والحمد لله بالقبول من قبل شرائح واسعة من المجتمع وبالفعل فقد انطلق الحوار بفضل جهود مخلصة يظهر جلياً أن استدعاء الهيئة الناخبة قد قطع الشك باليقين في أن الانتخابات الرئاسية ستجرى قبل نهاية السنة رغم أن البعض يرى في أن المشهد العزل مفتوحاً على سيناريوهات مختلفة